جريمة بشعة تهز وهران والرأي العام الجزائري اهتز حي إستون في مدينة وهران الجزائرية يوم لتنين اللي فات بسبب جريمة بشعة راح بحيطها الشاب رمزي شيخي على ايد عشقته او زي ما عرفها كل السكان الحي على انها الزوجته الغير شرعية اللي ضربته باصلاح ابيض في قلبه وقتلته في الحال واسمها اسماء وتبلغ من العمر 24 سنة القصة بدأت بخناقة عنيفة بين الشاب رمزي شيخي وعشقته اسماء اللي تربط بها علاقة غرامية نشأ عنها مولود غير شرعي وده اللي اكدوا المقربين منه وتقال ان الخناء اللي حصلت بينهم كانت بسبب مستقبل علاقتهم واسناء الخناء دي طلعت عشقته اسماء سلاح ابيض وتعنته في قلبه طعن قدت لوفاته في الحال وقالت والدة رمزي شيخي ان اسماء عشية ابنها تعنته في لحظة غدر وانه ما كانش متوقع منها انها تعمل حاجة زي كده وتم نقله للمستشفى لكن للأسف ما تلحقش وتوفى في الحال وتم ابلاغ الشرطة وتم الابضع الجانية وكان معاها سلاح الجريمة وتفعل رؤاد مواقع التواصل الاجتماعي مع الجريمة وطلبوا السلطات بالقصاص لكن في نفس الوقت اتعاطف البعض مع اسماء واعتبروها ضحية والحد هنا يكن الفيديو خلص الى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة